مواطنون ضد الانقلاب بدأ يثمر خاصة وأن المبادرة الديمقراطية كانت من أولى نقاطها ومطالبها عودة المجلس تحية لك ولضيفك الكريم ولسادة المشاهدين والمشاهدات دعني أذكر أولا أخوتنا وأهلنا في الجنوب وفي السوسة بأن مواطنون ضد الانقلاب يقومون غدا الهيئة الجهوية لمواطنون ضد الانقلاب بسوسة تقوم غدا بوقفة احتجاجية في سوسة وتقوم الهيئة الجهوية لمواطنون ضد الانقلاب بقابس بوقفة إقليمية كبيرة ومهرجان خطابي في ذكرى ختم الدستور ومساندة للسلطة القضائية ورفضا للانقلاب لذلك ندعو أهلنا في كبلي وتطوين ومدنين وقابس وتقريبا وحتى صفاقص إذن إلى الحضور يوم الأحد أمام المحكمة لهذه الوقفة ثانيا بلغنا سيد أحمد أن أمثليكم في مرسيليا عندهم وقفة غدا السبت نعم هناك وقفة في مرسيليا وتقريبا في كل أسبوع هناك وقفة لمواطنون ضد الانقلاب سواء في ليون أو مرسيليا أو في باريس وعند مدن أوروبية نعم مواطنون ضد الانقلاب شاركت لا أقول أن احتكرت ولكن على الأقل ربما نكون أول من رفض هذا الانقلاب وأول من خرج للشارع رفضا لهذا الانقلاب يعني كنا واضحين منذ اليوم الأول ونعرف الانقلابات ورفضنا هذا الانقلاب ودعونا في مبادرتنا الديمقراطية التي طلعتم عليها أعتقد أن من بين بنودها المهمة هو عودة مجلس نواب الشعب لأننا أولا ديمقراطيون وللتزموا بالدستور وبالقانون وثانيا لأننا نعرف أن الديمقراطية قد تعيش بعض العثرات ولكنها أفضل بكثير من الفوضى ومن الفهلوة ومن العنتريات وثالثا لأننا نعرف جيدا أن العالم يا صديقي عالم منظم لا يقبل بحكومة يعني هكذا يعني يسيرها ويسميها انقلاب وهي مسؤولة أمام هذا الانقلاب ولا تستطيع أن تلزم ولا أن تلتزم حتى أن السيد الأمير العام لالتحاد العام لتوسل الشغل السيد نوردير الطبوب قال كلمته الشهيرة والمعبرة حقيقة قال أننا إذا اقترحنا عليها مقترح تقول سوف أعود لرئيس الجمهورية وبالتالي أن هذه الحكومة لا تستطيع أبدا أن تكون لها مقبولية لا داخليا ولا خارجيا مع المنظمات المانحة والدول المانحة لذلك لابد لهذه الحكومة أن تكون شرعية وبالتالي حتما ليس هناك حل آخر لابد لها أن تمر بمجلس النواب حتى يقبلها العالم وحتى لا يتنصل الشعب التونس يوما ما من هذه الالتزامات ولكن أيضا هناك أشياء مهمة قد يعرفها البعض ولكن ينكرونها بعناد يعني وأحيانا بضرب من ضروب الحمق هو أن هذه الدول المانحة هي تعطي أموال دافع الضرائب هي لا تأتي بالأموال من التراب أو من السماء أنها تدفع أموال دافع الضرائب وبالتالي أنها لا تستطيع أن تدفع مالا إلا إذا كانت تضمن عودته ومن يضمن عودة أي مال يعني تعطاه تونس اللهم يعني ضامن واحد هو مجلس نواب الشعب تستطيع أن تقول في مجلس نواب الشعب كل ما تريد ولكنه وقع انتخابه من قبل الشعب ولم يأتي بدبابة وعلى كل حال الشعب مضربوشي على إيديه وقت الانتخابهم انتخابهم بكل إرادته الحرة صحيح قد تكون هناك إينات ولكن على كل حال الشعب هو المسؤول بالنقل جلسة الجارح